نائب شايف التشكيلة في البرلمان الجديد هتبقى معبرة من خلال التعددية الحزبية احنا بنطمح فانه البرلمان القادم يكون مختلف تماما عن البرلمانات السابقة شايف ايه يعني انا شايف انه البرلمان المراضي احنا بنكلم عن طيف واسع من الاحزاب السياسية بنكلم عن حوالي 12 حزب او 13 حزب نعم نمثلين داخل البرلمان بشكل او اخر منهم احزاب يعني بتمثل تقريبا لأول مرة داخل البرلمان هناك احزاب داخل البرلمان القادم لأول مرة بتمثل اه يعني اعتقد احنا مثل حزب العدل احنا كان اخر تمسين الناس ببرلمان بشكل ماشر هو حل بعضية بتارت شروط نعم ده كان حزب اخوان ايام برلمان بشكل ماشر نعم فالفكرة المهاردة ان احنا بنتكلم عن طيف واسع موجود اه احزاب مؤيدة واحزاب معارضة احنا قد انه البلمان اللي فات يمكن احنا كان كتير جدا من الناس واحنا منهم كان عندها تحفظات شديدة على اداء ولكن لما نيجي نقيم الامور احنا عارفين ان هي مرحلة جاية بعد ثورة طلعت شهاد جمعية في الفين وطولتاشر سحيح وبالتالي هي ما كانت مرحلة نقول عليها مرحلة تسبيت ارقان الدولة نعم مرحلة اللي جاي بقى ممكن نقول عليها هي مرحلة بناء النظام السياسي تمام وبالتالي في هذه المرحلة احنا محتاجين يكون في اختلاف القراءة اعتقد احنا خازنا محسوبة على المعارضة وبالتالي احنا لا مش اعتقد انتو محسوبين على المعارضة محسوبين نعم طبعا طبعا وده شيء كويس على فكرة جدا يعني المعارضة مطلوبة جدا المعارضة انه فيه حياة سياسية يعني لما يبقى فيه معارضة يعني اذا فيه حياة سياسية فيه صوت اخر يعني انا عايز اقول لحضرتك ست النائب انا كمواطن لا اقبل البرلمان القادم ان يكون صوت واحد وغير كتير طبعا يعني انا اتمنى فرهان عليكم قوي بزرق انا بتمنى ان البرلمان جاي يكون فيه تنوع في القراءة ولكن في نفس الوقت مش مسألة صوت بس يا مسألة فاعلية يعني من الحاجات المهمة جدا ان البرلمان كانت يتضع برلمان اللي فات ان كل المشاريع القوانين كانت موجودة كانت مشاريع مقدمة من الحكومة اي ما شفناش تشريع او قانون طالع طالع اللاجنة جوه البرلمان او من نواب او من حزب طالع وبيطرح وبيوافق عليه صحيح وبالتالي المسألة مشتاجة اعادة نظر البرلمان الجاي ده لازم يقع فيه اصوات بتعبر عن المواطن المواطن تحمل كتير سواء فيه قوات الصلاح الاقتصادي سواء في فترة كورونا والغلق للمؤسسات في فترة طويلة وبالتالي النهاردة وجودان اللي نقدر او ادبيه بشكل واضح ان احنا في حزب العدل هنكون معبرين حقيقيين وكاننا بأكد عليه عن الطبقة المتوسطة المصرية وعن المواطن المصري تمام ليش رأي ان هو تحمل كثير خلال فترة اللي فاتت صحيح وعلينا ان احنا ننظر لكيفية بأعمال قوانين فيها اجراءات شمائية تحمي الطبقة دي وتحمي المواطن من يعني النزيف اللي حصله خلال فترة جاية هل بقى فيه قوانين بعينها ست النائب هل فيه قوانين بعينها تم الموافقة عليها في البرلمان السابق 2015 يعني وحضراتكم شايفين انه محتاج اعادة نظر مرة تانية لمراعات البعض الاجتماعي اكتر من كده اعتقد طبعا فيه زي لا يعني ايه قانون المتعلق بيه قانون التصالح المخالفات تصالح ايه كان عندنا فيه قانون مطلعش المتعلق بقانون الايجارات ايوه موجود نشوعة وعلينا عندنا الايجارات تقصد الايجارات القديمة القديمة والجديد والجديد يعني احفائينا انه الاتنين مشتجين تعديلات ايه وبالتالي احنا فيه اجندة كاملة منحازة الدرائب يعني فيه اشكاليات كبيرة جدا وحاجات كتير ممكن مثلا تعدد وعد دريبي انا بتمنى ان احنا نوصل لانه الدرائف في مصر تبقى بكود واحد ورقم واحد وهيئة واحد بشكل انا كمواصحة منشأة بدفع درائب عامة بدفع درائب مضافة بدفع درائب عقارية شايفين ان انا كمواطن هبقى محتاجة جيهة واحدة اتعامل معامة كل درائبي بشكل واحد باب واحد ما بقاش متعدد المنابة الضربية بهذا الشكل في حاجات كتير جدا جدا احنا جايزين لها وانترحها داخل الغلمان اتمنى ان الاغلبية تكون مساعدة في انه يعني الطرف الاخر لما يطرح قوانين فيها مصلحة الناس يكونوا داعمين لها ويعديها ودام مفهاش تعارض ضد مصلحة الناس اعتقد انه دي مسألة مهمة التجربة اللي فاتت تجربة الانتخابات كانت تجربة سرية في الاخر طلعين بظلمان بتشكيمة مختلفة اتمنى بقى ان الممارسة تكون اكثر فعالية واكثر وضوحا والحيازم ليه صوت المواطن اللي هو كان غايب لفترة طويلة الفترة اللي فاتت وزي ما قلت دا كان مفهوم في ظروف محددة لكن في اللي جاي بقى يزم صوت المواطن بقى اعلى من صوت المواطن بقى شوية في القوانين اللي فترعوا بظلمان حضرتك عايز اللي بتفكروا في دا كحزب بشكل عام كحزب العدل ولا دي وجهة نظر حضرتك كنائب فقط لا انا طبعا بكلم دا كحزب العدل كحزب العدل واحتاج ان القوانين تتقدم من اللي جان داخل البرلمان اكتر منها انه يبقى فيه مشروع قانون متقدم من الحكومة والاجهزة التنفيذية شايف انه دا دا حيفرق كتير تمام وفي نفس الوقت اعادة النظر في بعض القوانين لمراعاة البعض الاجتماعي بشكل عقو بذلك طبع حضيات وهكذا احنا عندنا اجندة طرحناها في الممجل المتخابين حيزة المتخابات نعم اعتقد ان احنا هنكون ملتزمين بها ونكون فاعلين في يعني توضيح الاجندة دي والتلام مع كل اللي جانس البرلمان المختصة هنعرف يعلم مشابه دي ونتمنى ان احنا نجد برلمان انا خلينا اقول موضوع ان انا متفائل بي ان شاء الله يسا كنت حول حضرتك متفائل متفائل بالبرلمان دي على البرلمان السابق والتجربة في الاخر واللي سببين التفائل يا سيدنا التنوع 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 الموجود المراضي كبير مختلف التمثيل الشبابي تمثيل فئات كتير موجود المرأة بالشكل فعال دا اعتقد مثلا ان احنا عندنا قضية من قضية المهمة حتى تغليص العقوبات اللي عليها علاقة بالتحرش احنا عندنا ازمات كبيرة جدا سواء عمصر والاجتماع والاقتصاد محتاج ان احنا نشتغل عليها ونعبرها بشكل واضح اه يعني واعتقد انه التركيبة والتنوع الموجود حاجة زي فانسكوتش والاحباب التنوع الموجود فيها يعني النهاردة احنا شايفين يعني فيه تنوع فيه اصدقاء اعزاء موجودين للمنابع مختلفة عندهم خط سياسي واضحة لعمل بقوا موجودين داخل برلمان واعتقد انه دا قد يكون مسنف في ان احنا نجد اداء مختلف وان المواطن جانبا بقولها لما يبص على البرلمان يشوف ان البرلمان بيعبر عنه شوف نفسه سحيح عن احلامه سحيح وانا محتاجة كمواطن ان انا اسمع صوت المعارضة داخل البرلمان بشكل قوي مش محتاجة برلمان خالص يعني دا شيء مش هيسعدني كمواطن ان انا الاقي صوت واحد داخل البرلمان المصري القادم لا محتاجة حس باختلاف وفي النهاية كله لازم يبقى مسموع يعني كل الاراء لازم تبقى مسموع بشكرك فاندم بتمنى لك التوفيق سيد النقاب عبد المنعم امام خليني اراحب سورة